أعلنت المناصقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومناصقة شؤون الإنسانية نجاة رشدي أنه وفقا لتقديرات البنك الدولي من المتوقع أن ينكمش الناتج المحل الإجمالي بنسبة 6.5% في عام 2022 معلنة تمديد خطة الاستجابة للطوارئ في لبنان حتى نهاية السنة وتعقيبا على كلامها طلب مصدر عبر صوت بيروت انترناشنل من الحكومة اللبنانية إعادة تعريف مصطلح الفقر مع التقلبات الكثيرة التي حصلت واعتبر أنه من الضروري إعادة تقييم وضع العائلات التي كانت سابقا ميسورة وأصبحت فقيرة بعد الحج على أموالها وفقدان ليرة من قيمتها وذلك لإنقاذهم من حفرة الفقر المتقع اشتركوا في القناة